Chronic Lymphocytic Leukemia Staging مراحل سرطان الدم اللينفاوي المزمن CLL Staging يستخدم الأطباء لاختبارات التشخيصية لمعرفة مراحل السرطان. تساعد معرفة مرحلة المرض في تحديد نوع العلاج الأفضل، ويمكن أن يساعد في التنبؤ بحالة المريض. هناك علاقة بين مرحلة CLL وتشخيصه. إذا نمت CLL وتفاقمت، فقد تتغير المرحلة بمرور الوقت، فيما يلي شرح لأنظمة التصنيف المستخدمة بشكل شائع التي يستخدمها الأطباء لوصف CLL. نظام تصنيف Ray Ray Staging ينقسم سرطان الدم اللينفاوي المزمن في نظام التدريج هذا إلى خمس مراحل مختلفة من صفر إلى أربعة. يصنف نظام التدريج هذا اللوكيميا وفقاً لما إذا كان المريض يعاني أو لا يعاني من أي مما يلي. اللينفاويات مما يعني وجود مستويات عالية من الخلايا اللينفاوية في الدم. اعتلال العقد اللينفاوية وهذا يعني أن المريض لديه تضخم في الغدد اللينفاوية، تضخم في الطحال، فقر الدم، وهو ما يعني انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء، قلة الصفايحات، مما يعني انخفاض مستويات الصفائح الدموية، تضخم في الكبد. مجموعات تصنيف ري، ري جروبينغ المرحلة صفر يعاني المريض من كثرة الخلايا اللينفاوية مع أكثر من خمسة آلاف خلية اللينفاوية لكل مايكرو لتر من الدم، ولكن لا توجد علامات جسدية أخرى. المرحلة الأولى يعاني المريض من كثرة الخلايا اللينفاوية وتضخم العقد اللينفاوية. لا يعاني المريض من تضخم الكبد أو الطحال أو فقر الدم أو انخفاض مستويات الصفائح الدموية. المرحلة الثانية يعاني المريض من كثرة الخلايا اللنفوية وتضخم الطحال أو الكبد وقد يكون أو لا يكون لديه تورم في العقد اللنفوية المرحلة الثالثة يعاني المريض من اللنفويات وفقر الدم قد يكون المريض مصابا بتورم العقد اللنفوية وتضخم الكبد أو الطحال المرحلة الرابعة يعاني المريض من كثرة الخلايا اللنفاوية ومستويات منخفضة من الصفائح الدموية قد يعاني المريض من تورم العقد اللنفاوية أو تضخم الكبد أو اضطحال أو فقر الدم تصنيف BUNE BUNE Classification المرحلة ألف لا يعاني المريض من فقر الدم أو انخفاض مستويات الصفائح الدموية يمكن الشعور بسرطان الدم في أقل من ثلاث مناطق من الغدد اللنفوية مراحل الري صفر واحد اثنان المرحلة باء لا يعاني المريض من فقر الدم أو انخفاض مستويات الصفائح الدموية يوجد اللوكيميا في ثلاث مناطق أو أكثر من الغدد اللنفوية الري المرحلة الأولى والثانية المرحلة جيم يعاني المريض من فقر الدم أو مستويات منخفضة من الصفائح الدموية إبيضاد الدم اللوكيميا موجود في أي عدد من الغدد اللنفوية المرحلة ري ثلاثة وأربعة